نتكلم على إجابات وسلبيات مارسل كولر شهاب سريعا عيوب خط وسط نادي الأهلي ممكن شوفنا الأزمات الكبيرة التي تعرض لها الأهلي قدام سيروميكا وكلمنا عنها من شوية نشوف بقى بالحالات الأهلي كان شكله عامل إزاي في تركيبة وسط المرعب اللي اعتمد على كولر في وجود كريم ندفت زي ما كلمنا عليه في مركز ستة مع وجود أكرم توفيق ووجود أفشة في مركز رقم 8 ناحية الشمال وإزاي الأهلي يفتقد الشخصية بتاعته وهويته في وسط المرعب ممكن دي لدت أفضلية لفرقة سيروميكا طوال الجيم تعالوا ناخد الحالات حالة حالة ممكن دي الحالة الأولى دي ممكن عملية خروج الكورة أنا ممكن الحالات اللي بعد كده ممكن دي الحالات بتاعت الخروج بكورة اللي كلمنا عنه أنا وجهري من شوية أنا دي قال لي كان دايما بيفتقد حتة أنه هو بيعنده صعوبة في عملية الخروج بالكورة بسبب الضغط العمل اللي كان بيوم عليه في فرقة سيروميكا لو نتخطى الحالات دي ونروح للحالات اللي بعدها هي دي بقى المشاكل اللي كان بيتعرض لها الأهلي في وسط المرعب بناء اللعب بيتم من فرقة سيروميكا بكل سهولة ضغط عالي من نادي الأهلي لكن ضغط أفراد بدون شراسة فالنادي سيروميكا بقدر يخرج بالكورة بشكل جيد هنوقف بس اللحظة بس نرجع بس فريم نرجع فريم واحد الكورة في رجل الباك الشمال بص العبل على الدايرة واقف لوحده عنده مساحة وعنده حرية كبيرة ده أحمد كندوسي أخطر لعيب موجود في وسط ملعب سيروميكا رجب كده أنه مش مترائب مفيش لعيب قريب منه كله مرحل ناحية اللي مين ده يمكن عدد سوق تمركز وسوق اختيار من كولر للعناصر التي تبقى موجودة في تركيبة وسط الملعب وده اللي ديت أفضلية لفرقة سيروميكا وشوفنا المشاكل كلها اللي ظهرت في أداء النادي الأهلي كان بسبب جزئية دي الكرة تتمرر لكندوسي تكمل اللعبة رجل عنده المساحة كبيرة أنه يستلم بأريحية وياخد الكرة ويخش على المرمى بوشه ولولا ربيعة طلع وعمل العرقلة عمل جمرأة جدا رمي ربيعة كده تبقى خطيرة جدا عن نادي الأهلي هنكمل الحالة اللي بعدها نفس الشكل المنطقة المساحة اللي موجودة قد منطقة جزائي النادي الأهلي دايما فهم مشكلة بكين زلك برضو بيخش نادي الأهلي برضو حتة عدم الخروج بالكرة بشكل جيد هترجع لفرية السيراميكا عملية المساحة اللي موجودة بص العيبة بتتحرك في المساحة لو ده منطقة الجزائي بكل سهولة كريم ندفت طبعا الحتة دي مش بتاعته قدر إسلام عيسى يتعامل معها بشكل جيد لو العيب بيجي دي تصويب بالقدم اليسر كان قدر يهدد مرمى النادي الأهلي فالتركيبة بتاعة وسط الملعب النادي أفتقد أو فقدت النادي الأهلي الجزء الدفاعي وقوة الدفاعية في وسط الملعب كمان حتى على النواحي الهجومية نفس الشكل ده هي واداء لعبين الكرة دي بتاعة زلك هبص أي فرقة أنا ممكن لو الشكل ده شوفنا مع أي فرقة غير نادي الأهلي دي هنقول لعيبة قليلة الخبرة إن رعيب يمشي بعرض الملعب مفيش لعيب يطلع يضغط عليه مفيش لعيب يطلع يقبله لأن التلات لعيبة اللي عندك مش هما فيهم من البروفايل يقدر يستعيد لك الكرة مفيش فيهم واحد يغطي مساحات الملعب بشكل قوي زي مروان زي أحمد نبيل كوكا وده اللي أسهم إن فرقة سيراميكا الساعة على منطقة وسط الملعب ده يمكن كرة الهدف نادي أهلي برضو في حتة الفقر الفني اللي كان موجودة عند اللعيبة اللي ما فيش ابتكار اللعيبة بتوصل للتلت الأخير هي مش عارفة تعمل إيه بالكرة فعدم التفكير أو عدم وجود طريقة لعب واضحة لهجوم النادي الأهلي بتحس إن اللعيبة بتبقى عندها حالة من السرح دي ممكن شوفناها كرة قطعة هتتحول ترانزيشن لفرقة سيراميكا هتبقى سبب في الهدف الأول بنفس الطريقة اللي احنا كلمنا عنها وهي أزمة منطقة وسط ملعب النادي الأهلي واللي أثرت بشكل كبير في إن النادي الأهلي يواجه جيم صعب قدام فرقة سيراميكا فرقة بتنقل الكرة بكل سهولة ما فيش ضغط من السلاسة بتاع وسط الملعب هيبدأوا إنهم يتحركوا بالكرة وتلعب في التلت الأخير من الملعب لحد ما توصل لفخر رقاي وهيسجي لهدف من الآخر الحالتين أو التلت حالات اللي كلمنا عنهم قبل كرة الهدف هم نسخة يعتبر وحدة بالنسبة لكرة اللي جات هدف والسبب فيها إن انت اختارت تركيبة وسط ملعب ضعيفة وفقا للمنافس وفي نفس الوقت انت حفظت على العراصي الأساسية بتاعتك عشان مواجهة الزمارك لكن أظهرت النادي الأهلي بالسوق ده وممكن كمان إحنا الناس رابطة بغياب مروان وبغياب إمام عم مركزه رقم 8 وإنه ممكن أكرم كمان يجيب عن مواجهة الزمارك لو أحمد يتفق معايا في مواجهة الزمارك يجيب عن مركزه إن الأهلي لعب قدام الزمارك في الصبر الإفريكي بالتلاتة الأساسيين لهم روان وإمام وأكرم ورغم كده نادي الزمارك سيطر على الجيم فالمعنى هنا مش قصة كمان التشكيل أو العناصر ومبارات اللي فاز فيها الأهلي في الكاس الزمارك سيطر كان سيطر على الجيم ووضح إن في مشاكل تيكتيكية عند اللعبة نفسها أو بعض التعليمات الفنية ما بيقدرش بشكل جيد أو التحضير نفسه من كولر المنافس ما بيتمش بشكل جيد وده ممكن وضح قدام نادي الزمارك وإنت بتلعب بالعناصر الأساسية أيضا